دلوقتي معد موجز لأهم الأخبار مع ليندا فضالي ليندا شكرا شازلي الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقدت لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية أولى اجتماعاتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تدعايات الأزمة العالمية الراهنة واتخاذ إجراءات تستهدف تخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصري كما أشر مدبولي إلى أنه سيتم بتوجيهات من الرئيس السيسي تقديم حافز إضافي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام والإعلان عن تفاصيل ذلك قريبا أصدرت وزارات التموين والتجارة الداخلية والمالية والزراعة قرارا ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من إبريل بدلا من الخامس عشر من إبريل على أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين وأوضحت وزارة التموين أن القرار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي مشيرة إلى أن الوزارة قد استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والساعات التخزينية للقمح إلى ثلاثة ملايين وستمائة الف طن وأضافت الوزارة أن عددا كبيرا من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام شهدت محافظة بني سويف أولى فعليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بإطلاق ألعاب نارية بممشا النيل السياحي بمنطقة كورنيش النيل وخلال الاحتفالية قال المحافظة بني سويف محمد هاني غنيم إن المحافظة شهدت تنفيذ مشروعات خلال السبع سنوات الماضية بقيمة 105 مليارات جنيه أعلنت أوكرانيا أن نحو 150 ألف شخص تمكنوا من مغادرة المناطق التي تعرضت للقصف عبر ممرات إنسانية وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأوضح نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيرالو تيموشينكو أنه تم إنشاء 26 ممرا إنسانيا تمكنت بفضلها الحافلات من إجلاء عدد كبير من الأشخاص في مناطق كييف وسومي وخاركيف وفي مدينة ماريوبل الساحلية الاستراتيجية تمكنت 160 سيارة تحمل مدنيين من مغادرة المدينة عبر ممر إنسانية قال المفاوض الأوكراني مخيالو بودولياك إن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستستأنى في اليوم بعد توقف تقني أمس الاثنين وأكد بودولياك أن هدف الجولة هو عرض خلاصة النتائج الأولية لمباحثات الجانبين مشيرا إلى أن مجموعات العمل تنشطوا بانتظام وأن عددا كبيرا من المشاكل يتطلب اهتماما دائما هذا وقد أقيمت حتى الآن ثلاث جلسات من المحادثات بين مسؤولين من روسيا وأوكرانيا فاشلت في وقف إطلاق النار حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاغش من تدعيات الأزمة الأوكرانية دعيا إلى بذل جهود لتجنب أعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمية واعتبر جوتاغش أن حظر تصدير المنتجات الزراعية في أوكرانيا وروسيا من شأنه أن يؤدي إلى تدعيات ستصيب الأشد فقرا وتزرع بذور عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في جميع أنحاء العالم وقدد الأمين العام دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية ومفاوضات جادة على أساس مبادئ مطاق الأمم المتحدة والقانون الدولية التقى في العاصمة الإيطالية روما مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك صالفين مع كبير دوبلوماسينا في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي وأفاد البيت الأبيض أن اللقاء تضمن نقاشا جوهريا حول الأزمة الأوكرانية حيث شدد المسؤولان على أهمية الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين وكانت بيكينا قد أكدت الأسبوع الماضي أن صداقتها مع روسيا لا تزال صلبة وأعربت عن استعدادها للقيام بواسطها تصهم في وضع حد للحرب نهاية الموجزة الثمينة أو الاستكمال باقي فقراء صباح خيريا مصر بعد الفاصل